أكدت سلطنة عمان على تبنيها سياسة ثابتة تدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره مهما كانت مسبباته ومبرراته جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها سكرتير ثاني محمد بن عالية الشحي عضو وفت سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد المراجعة الثامنة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقد التزم سلطنة عمان بأهداف وميثاق الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليين باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتصدي لخطر الإرهاب من خلال استحداث منظومة تكفل وتعاطي بفاعلية مع هذا الخطر في جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأكدت سلطنة عمان على اتباعها سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع من بواعث التطرف وتشدد التي تقود إلى الإرهاب بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراده والبعد عن إثارة النعرات الطائفية وخطاب الكراهية في كل الأدوات المحلية واتباع سياسة الحياد الإيجابي في تناول الأخبار ما لفتت السلطنة إلى أن الإرهاب مشكلة دولية لا يمكن تصدي لها إلا بالتعاون الدولي البناء يتمثل في إزالة المبررات التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد عناصر جديدة لها والعمل على حل الصراعات السياسية والأزمات الدولية وتحقيق العدالة الدولية دون انتقائية ترجمة نانسي قنقر